بعض الناس النهاردة انتقدت واجمت محمد صلاح كان منازل سورة هو على البحر لا يا راجل وكأنه يعني يا جماعة أنا آسف أنا بس عايزة أوضح يعني إيه قاله إيه يعني قاله إنه إزاي بقى منتخب بيحصل له كده ومحمد صلاح على البحر لا محمد صلاح بريء من اللي بيحصل منهم ده لا وهو مش عايب على فكرة يبقى على البحر ومش عايب إنه يتصور يعني إحنا بنبقى أشد أحزننا وفي ناس حوالينا حصل لهم ظروف وبتاع بنسافر مع أهلينا ومنسافر مع أصاننا عشان هي الأجازة بتاعيتنا وقدي كده بتلاقي اللي قطع فيه قاعد على البحر هو أصلا يعني يا جماعة يعني إحنا ديه بنقى نجلت كده النهاردة هي ميلاد محمد صلاح قامنا برح قلت له كل ساونتايب كنت بالليل وبعد الساعة 12 بصراحة كان فاللي هو قلت له كل ساونتايب اللي هو لا في حاجات يا عارفت اللي هو ممسك في حاجات لا لا ما تسمعش إلى الناس دي يا كت ناس دي مريضة إيه اللي قاد على البحر إيه اللي بيدحك لأ أنا بكلمك على ناس ما عملتش زي اللي محمد صلاح أنت عدت بسم الله ما شاء الله تعدي لي اللي عيب اللي عيب إنما الناس اللي بتجري تحتفل وتعمل كده وتعمل كده وتعمل كده وتعمل كده يعني إيه ده شوية إيه ده شوية اه من حقيقة افرح. افرح ما اجيبكم في الزمالك. افرح ما اجيبكم في الولاد. او افرح فرحة برضو. الرأسة دي انا استفزمج. مش بهاجم طاهر. لا فيه سنس. فيه سنس شوية. انما الراجل قاعد مع اسرته على البحر قاعد. قاعد يفكر في البلاوة اللي بتحصل يعني. ما احنا راجعينه وورا معنا يا كريم. الراجل دي احنا ظلمينه معنا النهار دي السنة دي هتضيع منه احسن لها في افريقيا. ام. يعني هتضيع منه لان اللي خال اللي كسب اه وصل كاسعالم سنغال وخد بطولة افريقيا سنغال ما نيه. ام. فالناس دي مش بالعطيفة باللبناط. احنا ضيعنا عليه اه حاجات كتيرة ومش زنبو. انا بقولها دايما اقولها. حظ الصلاح ووحش اللي هي في مع الجيل ده. ده لو في الجيل مع اللي بتاع حسن شحاته يعني هرب يد. ام. كان اه خد كل الالقاف بورا بعض على طول. انما حظه وحش ان وانا بقولك ان اغلبهم دلوقتي مش عايزين يلعبهم. انتخل بس مع الجيل ده. ده يا كريم انا بكلمك على حقايق. انا مش عايزة اهزة انافسه اكتر كده. اه هيرعب بس الفترة دي ابعدوني بقى شوية. ابعدوني بالقرف اللي بيحصل ده. مرى الطيارة وحطه صلطة. هو الراجل ده وراجل ده محترف ودينة وحط صلطة عالطيارة. وراجل ده متعاقد مع شركاته ايه. ويقرفوه بتاعه وانت بتتكبر عليك. ايه? ده احتراف. ومرة يقول لك اصلا ما بيقى قديش. يقدي فين? ما يتخلي الناس اللي حوليه تقدي. مم. بالمناسبة كان نادر شوقي معي هادف هنا. مم. وقال لي حاجة حلوة قولة. قال لي على فجأة احنا لسه ماستفدنا. احنا ما بنستفدش من محمد صلاح. احنا ليه? احنا احنا نتعلم محمد صلاح لنقول لعيب كرة بس. يعني ما نجيبش محمد صلاح ده ونقول له مثل هو ايه اللي بيحصل في انجلترا? في التسويق? في النظام الدوري? في المدرب ما بنجيبش محمد صلاح نتعلم معك مستشار مسلا. لا احنا بنروح نجيب لنردنه. اه. وندي له دولارات. اه. وعندنا محمد صلاح. يا محمد صلاح ده. لا هيخد منك فلوس ولا بتاع. ده. لو راح الهرم لوحده. لو راح هنا. ما بيروح لوحده كده كده. ما بيروح لوحده بس احنا ما بنهتمش. ازا كان الراجل جاي من المطارة الكريمة حدش قال له ازايك. احنا بايحنا تايهين. احنا بمفكرش ازاي نحسن من وضعنا يا جماعة. اوحش منظومة مش عايز تتعيد للغاية دلوقتي. كل حاجة في مصر تعدل. صح. وكل حاجة والله هي ماشية زي الفل دلوقتي. الا الكورة. ام. ده الفن ده عدل. ام. ده الفن والتمسيليات. ام. وبقى يعملوا تمسيليات والاختيار. ويوي. حسنوا من وضعهم الفن حتى. احنا الحاجة الوحيدة اللي مش عايزة تتحسن وعملين نرجع لورا هي الرياضة. صح. او الكورة عمتت.